اشتركوا في القناة لنشر الوعي باخطار الحوادث وعلى الرغم من ان جراهام جاء كنتيجة لتخيلات على جسدنا البشري الا ان هذا المجسم مختلف بشكل كبير عن هوية الانسان والسبب في غرابة التصميم هو انه صنع على نحو خاص ليتحمل حوادث السيارات العنيفة حيث تم صنع جراهام كجزء من حملة السلامة على الطرق الاسترالية واقامت بتصميمه النحاتة باتريتشا بيتشنيني وفقا لخبرتها ومعرفتها بالحوادث المرورية ورغم قباحة تصميم جراهام الا انه يمتلك خصائص تجعله يستطيع النجاة من الحوادث المرورية المرئبة ومن هذه الخصائص وجه مسطح مع الكثير من الانسجة الدهنية لامتصاص الصدمات وجمجمة كبيرة للغاية تعمل كالخوذة وفي ثناياها تجاعد من شأنها ان تمتص قوة التصادم ورقبة تخضع لحماية مشددة مع بنية تشبه القوس لتحمي الرأس من الاصابة بسبب الحركات المفاجئة واضلاع بينها ما يشبه الاكياس الهوائية وجلد اكثر سمكا واكثر قوة للحماية وحلمات متعددة لحماية الاضلاع مثل مجموعة من الوسائد الهوائية الطبيعية وساقان قويتان مثل الحافر اضيف الى مفاصلها نوابض تسمح له بالقفز للخروج من الطريق بسرعة وتكتمل المجموعة مع ركبتين تتحركان في جميع الاتجاهات بحيث تكون اقل عرضة للاصابة هذه الصور التخيولية عزيز المشاهد تجعلنا نحمد الله ونشكره على بديء خلقه فقد خلقنا سبحانه وتعالى في احسن تقويم ولكن علينا اخذ العبرة من هذه الصورة المشوهة وان نتذكر بان اجسادنا ليست منيعة ضد الحوادث ما يدعونا الى اخذ الحيطة وعدم التهور اثناء القيادة جنبنا الله وياكم شر الحوادث لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة